ورغم انتظار الجميع حلولاً جوهرية داخل البيت الكردي بمبادرة من رئيس مسعود بارزاني حدد مرشح إنقاذ وطن لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد المسار الإصلاحي الذي يفرض نفسه الآن على الجميع والذي يستدعي عن يأخذ رئيس الجمهورية دوره الحقيقي الذي خطه له الدستور لحماية الدولة ومؤسساتها من أي خطر يهددها وقال الأوفر حظ لرئاسة الجمهورية إننا في زمن عراقي جديد سمعنا صوت شعبنا الذي يريد نظاماً بمستوى العراق والمهابة التاريخية لشعوبه وثقافاته ودوره الذي ترصده المنطقة والعالم في لحظة اختبار عظمى للقادة المحبين لأرضهم تحثهم على بذل المزيد لإثبات السيادة وتعزيز الاستقلال أمام الحلفاء والخصوم وشدد ريبر أحمد على الولاي للدولة وضمان مصالحها العليا والانضمام في عملية إصلاحية غير مسبوقة لن يكون تأثيرها مقتصراً في الشان الوطني بل في المنطقة وما يحيطها من أزمات دولية وهو ما عبر عنه أيضاً المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة جعفر الصدر بتأكيده العمل معاً لاستعادة الدولة ترجمة نانسي قنقر